موسيقى نستكمل مع حضرتكم مشاهدين جولتنا الإخبارية ومستشار الرئيس للصحة جدري القرود ينتقل من إنسان إلى إنسان وليس مرضا مميتا أكد دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشيون الصحية والوقائية أكد أن مرض جدري القرود ينتقل من حيوان إلى إنسان وأيضا من إنسان إلى إنسان من خلال الاختلاط المباشر أو غير المباشر لافتا إلى أن أعراض المرض سخنية ثم طفح يبدأ فيها الوجه وينتشر من الجسم وأيضا تابعا أن جدري القرود هو مرض فيروسي وليس وبائي وهو هذا المرض العالمي حتى هذه اللحظة وهناك تشديد يحدث في المطارات والمواني لمنع نقل المرض لمنع تسرب جدري القرود ونحتاج لمراقبة شديدة لأي حيوانات قادمة من الخارج اطمئنه إن شاء الله خير دي كانت اطلالة سريعة مشاهدينا الكرام في أهم الأخبار لصدر الصحف هذا اليوم ودلوقتي يجي معادنا مع فقرة أخبار الرياضة نبدأ جولتنا الرياضية بموعد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري تقام اليوم الأحد أربعة مباريات نارية في الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بين الإسماعيلي مع بنك الأهلي وسيراميكا مع مصر المقصة والمصري مع فيوتشر والاتحاد السيركندري مع بيرامدز طبعا يعني نتمنى كل التوفيق يا ربي للدوري المصري وكل الفرق المشاركة فيه نروح مع حضرتكم للأهلي والأهلي يهزم أمبي بثنائية معلول في الوقت القاتل تسعين أو بعد إدياء تسعين نجح الأهلي في تحقيق فوز غالي وثمين على أمبي بهدفين مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما باستداد المقاولين العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخمسة عشر للدوري طبعا مليون مبروك للأهلي هذا لك الأمبي أداء محترم من كل حقيقة الفرق المشاركة في الدوري المصري الممتاز ونختتم جولتنا الرياضية من الإعلاميين يتوج بلقب بطولة النخبة لكرة الصلاة توج فريق الإعلاميين بلقب بطولة النخبة لكرة الصلاة بعد تغلبي على نظير البنك الأهلي بخمسية نظيفة في مباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بصالة ناديا الاتحاد السكندري هذه كانت جولتنا الرياضية نروح بقى لجولتنا في أخبار العالم أول خبر في جولتنا العالمية تحديد ثلاثة مواقع في الصين كنظم للتراث الزراعي ذات الأهمية العالمية التابعة للمنظمة الخاصة بالأغزية والزراعية فهو تم الاعتراف رسميا بثلاثة مواقع في الصين وهي منطقة عريقة لإنتاج الشاي ومنطقة أيضا لتربية الماشية للبدو والرحل ونظام للزراعة البعلية على مصطبات حجرية باعتبارها من نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية لتفرضها بأساليب في استخدام الممارسات والمعارف التقليدية مع عصون أشكال التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الفريدة في الوقت ذاته وجاء تحديد هذه المواقع خلال اجتماع المجموعة الاستشارية العلمية التابعة لنظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية وعقدة في روما وتنص معيير الاختيار على وجوب أن تكون المواقع ذات أهمية عالمية وذات قيمة كمنفا عاما وأن تدعم الأمن الغذائي وأمن صبر العيش والتنوع البيولوجي الزراعي ونظم المعارف والقيام الاجتماعية والثقافة وكذلك المناظر الطبيعية البارزة نروح لتاني خبر في جولتنا العالمية والنحل والملقحات مخلوقات صغيرة ولكن حليف كبير على وجه الأرض في الوقت الذي تجد فيه أنواع النحل والملقحات الأخرى بما لا يعد ولا يحصى من النعم بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل عملها الذي لا يعرف لكل فإنها أضحت تواجه العديد من التحديات وبمناسبة الاحتفال باليوم العلامي للنحل تدق منظمة الأغذية والزراع الأمم المتحدة الفاو نقوس الخطر محذرة من تراجع خدمات التلقيح في أنحاء عديدة من العالم وقال المدير العام للمنظمة يتراجع بشكل كبير جدا عدد النحل والملقحات والكثير من الحشرات الأخرى جراء الممارسات الزراعية غير المستدامة ومبيدات الأفات والأفات ومسببات الأمراض وأزمة المناخ وأضاف قائلا يجب علينا العمل بشكل جماعي لدعم لدور النحل والملقحات وتربية النحل واستعداداته واستعاداته أيضا وتعزيزه نخلت بقى جولتنا العالمية من تقنيات زراعية ثورية متنوعة في اليابان وتسهم في التغلب على الظروف البيئية الحالية طورت اليابان أعدة تقنيات زراعية ثورية جديدة أسهمت في زراعة المحاصيل الزراعية في بيئات لم تكن صالحة من قبل للنمو النباتات كما هي الحال بالنسبة للمناطق البريدة والمناطق الجرداء والمناطق التي تعاني فيها التربة من التلوث وحظيت هذه التقنيات الزراعية الجديدة باهتمام واسع محليا ودوليا ووصفت بأنها تقنيات مذهلة ستسهم في إحداث ثورة زراعية حول العالم كانت جولتنا العالمية النهاردة مشهدين دلوقتي بقى جمعتنا مع فقرتنا الحوارية فقرة أولى هنتكلم فيها عن نظام التحميل أحد أهم وسائل التكثيف الزراعي لزيادة معادلات استغلال كفاءة التربة يمكن ده أحد الأليات الهامة جدا لتعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة من المحاصيل الزراعية المختلفة وأيضا هتناول فيها الحديث أهمية افتتاح مشروع مستقبل مصر لإنتاج الزراعي والمحاورة الأخرى مع عضفتنا الدكتورة الأستاذة الدكتورة صحر طلعت عزمي رئيس بحوث ورئيس قسم بحوث التكثيف المحصولي بمعاد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية فقرة تانية ان شاء الله هنتكلم فيها عن القلق الامتحاني وكيفية علاجه بما أن خلاص يعني أيام وليلة جدا وأسابيع ان شاء الله نشهد امتحانات السنوية العامة وأيضا كما نشهد حاليا امتحانات الشهادة الإعدادية فلازم يكون عندنا بعض المعلومات الهامة تحديدا لأولياء الأمور والطلبة والطلبات اللي هم بيمروا بهذه الامتحانات بحيث أن احنا نخفف عنهم هذا القلق الخاص بالامتحانات ويكون عندهم طمأنينة كاملة وقادرين على الاستعاب حتى يبدعوا ان شاء الله ويحصلوا على أعلى الدرجات العديد من المحاور ان شاء الله نفتحها مع الدكتورة هالة عسل استشاري نفسي وأسري ومدرب معتمد بالتربية والتعليم أستاذنا حدكم بس نروح فاصل سريع نلقاكم مجددا بعد هذا الفاصل مع أولى فقرات برديمجنا الحوارية لهذا اليوم من نهار جديد انتظرونا اشتركوا في القناة